سينة لكن الوضع في سينة ولفتها طبعا يعني يستحقوها شهداء مصر تقديرا لما قدموه من بطولات وتضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره محافظة اسكندرية والأليوبية ومحافظة المينيا وإنا وأسيوت وسهاج وأسوان صدقوا على إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة من رجال حرس الحدود على العدد من المدارس والمعاهد الأزهرية والشوارع الرئيسية في المدن والقرى اللي نشأ بها كل شهيد طبعا لإسكاء قيم الولاء والانتماء في نفوس أطفال مصر وشبابها اللي بيمثلوا الدعامة الرئيسية للمستقبل وتعرفهم كمان باللي قدموه الشهداء دول من أروع ملاحم البطولة والفداء من أجل مصر وشعبها العظيم